السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي أهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة حلقتنا النهاردة خاصة ببرنامج فني تصنيع غزائي الوحدة اللي احنا بنشتغل فيها هي وحدة العصائر المركزات للصف الثالث سبق ان شاء الله ان احنا اخذنا تعرضنا لهذه الوحدة حلقتين قبل كده وكنا بنتكلم ان هذه الوحدة من الوحدات الشريقة والمهمة جدا لطالب فني التصنيع الغزائي لان هو بيتعلم ازاي يعمل بعض المنتجات الخاصة بصناعة العصائر وصناعة المركزات وصناعة الشراب الطبيعي وشراب الصناعي والشراب المستخلص المرة اللي فاتت لما جينا اكلمنا طبعا قلنا اني لابد اني الطالب يبني بنية اساسية الاول بنبني بنية اساسية جزء من معرفي علشان خاطر بعد كده لما يجي يطبق الجزء المهاري يبقى على بينا هو بيعمل ايه احنا بدي له الجزء المعرفي اللي بيتلخص فيه الاساس العلمي لعمل العصائر والاجهزة والادوات اللي بنستخدمها علشان نقيس التركيز المختلف للمحاليل المختلفة اكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان الطالب لابد ان هو يعرف ازاي يحضر المحاليل السكرية وازاي يحضر المحاليل الملحية وازاي ان هو يقيس تركيز المحاليل المختلفة وقلنا برضو ان عشان الطالب يعرف في اس لابد ان هو يتعرف على الادوات المستخدمة اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ان في عندنا الايدرومترات استخدمنا الايدرومترات المختلفة في قياس تركيز المحاليل السكرية وملحية وقلنا من اهم انواع الايدرومترات الايدرومتر بالينج وبركس وده متخصص في قياس تركيز المحاليل السكرية وقلنا البومي والسالومتر بيستخدم في قياس تركيز المحاليل الملحية وعرفنا العلاقة الرياضية بينهم وازاي ان احنا نحول القراءات المختلفة في حالة لو كان ما عندناش الايدرومتر المتخصص في قياس التركيز اتكلمنا كمان ازاي ايه الشروط الواجب مراعتها عند استخدام الايدرومتر قلنا عشان تعمل القياس بطريقة صحيحة لابد ان يكون عندك الايدرومتر الأدوات اللي عندك تكون نظيفة تماما واتكلمنا وقلنا ان نظيفة وجافة كمان ولما تيجي تعمل المحلول لابد ان يكون رائق وشفاف ويكون المحلول لو كان سكر او ملح ممتازك تماما مع الماء علشان خاطر نعرف نقيس التركيز صح وقلنا بعد كده كمان ان احنا المفروض لما بنيجي نحط المحلول في المغبار المدرق قلنا المفروض يكون بزاوية 45 درجة علشان ما تكونش فقاعات هوائية تؤثر على قراءة الجهاز عندنا عشان تبقى القراءة صحيحة بعد كده قلنا ان احنا لابد ان احنا بنحط المغبار المدرق على سطح افقي علشان بعد كده بناخد الايدرومتر وبحركة دائرية بنحطه داخل المغبار المدرق وننتظر حتى يستقر وبعد كده نبتدي نشوف الجزء المقاعر المية المحلول موجود فين ونبتدي ناخد الايراية الايراية دي بتعبر عن التركيز سيال كان السكر او الملح في المحلول الكلام ده كله احنا اخدنا المرات اللي فاتت وكلمنا برضو ان انت طالما قصت التركيز صح يبقى انت ان شاء الله المحليل اللي هتستخدمها في الصناعات المختلفة هتكون الصناعة بتاعتك ان شاء الله مزبوطة وما يظهرش بيها اي عيوب سبق وقلتلك احنا ليه بنركز على المحليل لانها الاساس في الصناعات الغذائية قلنا قبل كده ان المحليل ممكن ان احنا نستخدمها في صناعة التجميد ممكن نستخدمها في صناعة التكفيف ممكن نستخدمها في صناعة المربة والجلي والمرميلاد ممكن ان احنا نستخدمها في صناعات مختلفة الاساس فيها هو عبارة عن المحليل صناعة التكفيف برضو من الصناعات اللي هي القائمة عليها عشان كده لابد ان انت تاخد بالك كويس جدا وانت بتعمل هذا المحلول خدنا برضو العلاقة بعد العلاقة هذه خدنا الطريقة الرياضية في حساب كمية الملح او السكر اللي انت بتستخدمه وتقدير حجم المية قد ايه علشان تعمل المحلول ده وكلمنا وقلنا ازاي ان احنا عن طريق مربع بيرسون ان احنا نعرف نحسب ان احنا بنحط التركيز المطلوب في وسط المربع وزاي ما قلتلكم سبق بعيدها وزيدها ان احنا بنحط التركيز الاعلى فوق والتركيز الاقل تحت ونبتدي نعمل طرح الاكتار والكلام ده اتكلمناه اكتر من مرة علشان خاطر ايه علشان خاطر تبقى انت الاساس بتاعك سليم وتعرف عن طريق العلاقة الرياضية او عن طريق مربع بيرسون تحسب الكميات اللي بتبتدي توزنها كلمت برضو قلت ان المفروض علشان انت تدخل المعمل لابد ان انت تراعي الاشتراطات الصحية الجيدة والممارسات التصناعية الجيدة برضو بمعنى انك انت بيكون سلوكياتك او انت داخل المعمل بتلبس البلط بتاعك بتلبس الغطاء الرأس بتلبس غطاء اليدين بتلبس الحزاء الخاص بعمليات التصنيع وطبعا دي من ضمن الحاجات اللي بتبتدي تتقيم عليها هل انت مستعد ولا لا برضو من ضمن الحاجات اللي بتتقيم عليها ازاي انت بتجهز للشغل بتاعك ازاي انت بتعد الادوات والاجهزة قبل ما بتستخدم او قبل ما بتقوم بعملية تصناعية وهل انت بتتأكد من نظافة الادوات بتاعتك وطريقة تجهزة ازاي بتتأكد من مصدر المية موجود الكلام ده كله لابد ان انت بتاخد بالك منه قبل ما بتيجي تعمل عملية تصناعية برضو تبتدي تاخد في العملية التصناعية بطريقة جيدة وبطريقة ممارسات تصناعية جيدة بدون اي خطأ لان احنا بنبتدي نلاحظ هذه التقييم عن طريق البطاقة الملاحظة طبعا انت عارف انت لما بتيجي تتقيم الوحدة دي طبعا دي مناهج قائمة على الجدارات مناهج قائمة على الجدارات يبقى انت عندك شوى عندك معارف لابد ان انت تلمي بها لابد انت من خلال المعارف بتؤدي المهارة بطريقة سليمة وممتازة وبرضو بتكون عندك السلوكيات الجيدة التي تخليك تؤدي هذه المهمة بطريقة ما فيهاش نسبة خطأ خانص طبعا ان شاء الله لما بيكون من خلال بطاقة الملاحظة انت لو عديت كل معايير الاداء الخاصة بمخرج التعلم يبقى بنقول على هذا الطالب انه جدير ربنا موفقش فيه معيار من المعايير مفيش مشكلة خالص انت بتبتدي بعد اسبوع خلال الاسبوع ده بتبتدي تتضرب على هذه المهارة بطريقة صحيحة ثم بعد ذلك بيعيد اختبارك مرة تانية عشان خاطر تبقى جدير طب انت ما بقيتش جدير برضو يعني ليس جدير بعد بانت هتدي المرة التالتة تبتدي تاخد البرنامج العلاجي العلاجي وطبعا اكيد كل مقيم بيفهم الطلبة ايه بالزبط البرنامج العلاجي بيتعامل ازاي وكيفية او الالية اللي بيتم بها ازاي علشان ان شاء الله يكون انت بتؤدي معايير الاداء كلها على اكمل وجه وتؤديها بحرفية شديدة بحيث ان انت لما تيجي ان شاء الله تروح اي مصنع او تروح في فان التصنيع الغذائي بيشتغل في مصانع كتير جدا طبعا مصانع الاغذائي كلها التصنيع الغذائي لابد ان طالب التصنيع الغذائي يكون ملم المام شامل بمراحل التصنيع المختلفة عشان يبقى جدير باذن الله ان هو يقوم ويعرف يشتغل بطريقة صحيحة ويبقى فني ماهر يستطيع او يبقى يقدر على ان يؤدي كل المهام المنسوبة لي او اللي هو المفروض يعملها بطريقة فيها كفاءة عالية طبعا احنا قلنا كمان الطالب عشان بيتقيم بيتقيم من خلال عدة حاجات يعني ممكن يكون دليل الاداء اللي هي عن طريق بطاقة الملاحظة اللي احنا اتكلمنا عليها ان المقيم بيبتدي يلاحظ الطالب وهو بيؤدي هذه المعايير بطريقة صحيحة ما فيهاش خطأ عن طريق بطاقة ملاحظة وطبعا بطاقة الملاحظة دي المقيم بيبتدي يدرب الطالب عليها كويس جدا 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 بحيث ان الطالب بيبقى داخل وعارف هو هيعمل ايه بالزبط تاني حاجة ممكن يكون دليل منتج لو في بعض انواع المنتجات اللي موجودة طبعا عندنا الوحدة بتاعة الوحدة التصنيع العصائر ومركزات معظمها فيها منتجات فلابد ان احنا برضو نبقى عارفين ان في دليل منتج دليل منتج ايه ان انت عندك بعض انواع العصائر المختلفة ممكن تعمل العصير ممكن تعمل الشراب الطبيعي ممكن تعمل الشراب الصناعي ممكن تعمل الشراب المستخلص فيه كمان عندنا منتجات اللي هي المركزات فيه المركزات المختلفة ممكن صناعة لفاقف امر الدين ممكن صناعة الصلصة الطماطم كل الكلام ده دي كلها دليل منتج الطالب لابد وهو بيعمل اي حاجة خاصة بدليل المنتج لابد له من ادلة داعمة الأدلة الداعمة دي كل ما كان فيه نسبة أدلة دعمة عالية طبعا بياخد سكور عالي جدا على ملف الإنجاز بتاعه لأنه طبعا هو بيوسط كل حاجة هو بيعملها لما بيجي عملية التوسيق دي لما بيتم بطريقة صحيحة عدت بص يتلاقي الطالب الملف الإنجاز بتاعه بيبقى قيم جدا وبالتالي هو طبعا في طالب الدبلوم طالب الدبلوم ملف الإنجاز ده هيترجم لدرجات فكل لما كان الملف ثاري بالأدلة دعمة ابناء الطلبة كل ما كان بيحصل على درجات عالية وبالتالي بتحصل على مجموعة عالية طبعا أنا قلت المقدمة دي في الأول علشان خاطر نبتدي يعني نبتدي نتسلسل يحصل تسلسل في أن أنا أتكلم بعد كده على الدرس بتاع النهاردة إن شاء الله لما خدنا خلاص الأيدرومترات وعرفنا القياسات الصحيحة للمحالين السكرية والملحية خلاص كده وانتهينا من كل الحاجات دي هنبتدي النهاردة هنتكلم عن حاجة تانية جديدة جدا هي إيه؟ هي عبارة عن صناعة العصير صناعة العصير دي من الصناعات الجميلة جدا لإن عندنا في مصر إحنا بلد المحاصيل الزراعية وبلد الخضروات والفاكهة وبالتالي لابد إن إحنا نعرف إزاي نصنع العصير بطريقة صحيحة جدا طبعا إحنا كلنا بنعرف نصنع عصير كلنا في البيوت بنعرف نعمل العصير بس لما تيجي تروح المصنع وتعمل العصير الطبيعي طبعا لابد إن إحنا ناخد بالنا من حاجات كتيرة جدا اللي من خلالها بتخلي هذا العصير جودته عالية جدا ويفي بإحتياجات المستهلك وبيكون ذات جودة عالية العصير ده فايدته إيه؟ الفايدة العصير طبعا إحنا عارفين إن العصير بيصنع من الفاكهة والخضر يبقى إحنا أوتوماتيك عارفين إن العصير بيمد الجسم بإيه؟ بيمد بجسم بالفايتامينات وبالأملاح المعدنية اللازمة ليه؟ إنت مثلا عندك عصير الجزر في فيتامين ألف في البيتاكاروتين عندنا مثلا عصير البرتقان اللي هو بيكون ما شاء الله بيبقى فيه غني بفايتامين سي عندنا برضو عصير التفاح عندنا كل أنواع العصائر المختلفة دي كل لها ما شاء الله غنية بالفايتامينات والأملاح المعدنية إن شاء الله النهاردة هنتكلم أول حاجة بنعملها نعرف يعني إيه العصير ما قولك يعني إيه العصير؟ أنا سمع بعض الطلبة يقولك هي عبارة عن هي عبارة عن العصارة الطبيعية لسمار الفاكهة أو الخضر العصارة إيه؟ العصارة الطبيعية لسمار الفاكهة أو الخضر طب العصارة الطبيعية دي بتكون ايه نبجة من فكهة وخضر سليمة سليمة بمعنى ايه سليمة بيكون مفهاش خدوش مفهاش اي اصابات فطرية او حشرية لابد ان تكون الصمرة اللي عندك اللي بتعمل منها العصير لابد ان تكون سليمة تماما العصير بيكون جيد في حالة خلوه من البذور والقشور والالياف طبعا لازم تشرب عصير في الياف او في بذور ده معناه يعتبر ده عصير غير جيد وطبعا لابد ان يكون العصير معامل بطريقة حفظ مناسبة في حالة عدم استهلاكه طبعا انت عارف ان العصير ما بيكونش فيه اي اضافات مفهاش ولا مواد حفظة عصير خلاص بيور مفهاش سكر ولا فيه مواد حفظة ولا فيه اي حاجة بس انت في هذه الحالة في حالة عدم استهلاكك لهذا العصير لابد ان يحفظ بطريقة سليمة تتناسب مع طبيعة هذا المنتج او طبيعة العصير بشرط عدم الخلال او الاخلال بالقيمة الغذائية للعصير لانا ما اقول لك عارف العصير العصير هو عبارة عن العصارة الطبيعية المستخلصة من ثمار الفاكهة او الخضر الخالية من الامراض والحشرات العصير بيحتوي على جزء من اللوب او اللوب كله والعصير لابد ان يكون خالي من البذور والقشور والالياف ويكون معامل بطريقة حفظ مناسبة في حالة عدم استهلاكه مع عدم الخلال او الاخلال بالقيمة الغذائية حنشوف كده ببساطة جديدة مخرجات التعلم اللي احنا تطرقنا لها ونبتدي نعرف العصير في الشريحة اللي عندنا عندنا واحدة التصنيع العصائر والمركزات ده المستوى الثالث اول حاجة عندنا مخرجات التعلم مخرجات التعلم سبق انا اتكلمت فيها قبل كده اول مخرج كان ايه كان يصنع العصائر والمشروبات دي اول مخرج هنتكلم عنه واللي احنا خدنا منه الجزء الاولاني اللي هو ازاي يحضر المحليل المختلفة والنهده هناخد صناعة العصائر طب فيه تاني مخرج من مخرجات التعلم يصنع المركزات وده لسه ما دخلناش فيه خالص دلوقتي اول حاجة بالنسبة لمعايير الاداء اللي عندنا معايير الاداء بالنسبة لمخرج التعلم الاول يحضر محلول ملحي وسكري ذو تركيز معين طبعا واحنا كلمنا عليه في الحلقات السابقة يستخدم الايدرومترات في قياس تركيز المحليل برضو جي من الحاجات اللي احنا خدناها برضو يصنع العصير الطبيعي اللي هو هناخده النهاردة التالت ده برضو من ده من المعايير الاداء عندنا يصنع الشراب الطبيعي لو اتفقى وقت في الحلقة بتاعتنا هندخل فيه شوية بعد كده يصنع الشراب الصناعي بعد كده يصنع الشراب المستخلص والمقصود بالشراب المستخلص زي مستخلص الكركداء ومستخلص العصوص وبعض انواع الشراب المستخلصات الاخرى وفيه عندنا كمان احنا دلوقتي اول حاجة عندنا العصير طب نعرف كده العصير زي ما انا قلتلك العصير عبارة عن ايه تعريف العصير العصير عبارة عن نتكلم كنقول عبارة عن عصير الفاكهة والخضر في المواصفات القاسية بيعرف على انه ايه انه العصارة الطبيعية لثمار الفاكهة او الخضر السليمة الناضجة الخير متخمرة سليمة بمعنى مفاش اي اصابة ناضجة يعني مكتملة النضجة او مكتملة النمو غير متخمرة مفاش اي نوع من انواع الاصابات المحتوية على اللب كله او جزء منه طبعا ولاجد انه خالي من البزور والقشور والالياف الخشنة المعامل والمعامل بيحدى طرق الحفظ المناسبة وذلك في حالة عدم استهلاكه مباشرة لان لو هو ما استهلكش يبقى ممكن يبوز منك فلازم ان انت تستخدم طريقة حفظ مناسبة له بعد تحضيره على شرط احتفاظه باكبر قدر من صفاته يعني ما احدثش اي خلط في القيمة الغذائية له لما نجي نقول التركيب الكيماوي للعصير وكيمته الغذائية احبا تترك برضو للحتة دي قبل ما اتكلم فيها العصير نجد انه مصدر للفيتامينات والاملاح المعدنية دي اول شرط من الشرط المفروض نعرفها تاني حاجة نجد انه بيحتوي على نسبة كبيرة من المية وبالتالي بيروي العطش نجد ان معظم انواع العصائر بتحتوي على نسبة سكر طبيعي يعني مثلا عندنا عصير اللمون نجد انه بيحتوي على حوالي 2% من السكر نجد مثلا عصير العنب بيحتوي على 16 مثلا 8 من 10 من السكر نجد انه غني بمولد فيتامين الف زي مثلا عندك الجزر فيه عندك صبغة الانثوسيانين ده موجود في البرتقان موجود الليكوبين دي كلها صبغات طبيعية مفيدة لجسم الانسان دي كلها محتوى بس نجد ان سمار الفكهة او الخضر او عصائر الفكهة او الخضر نجد انها تفتقر لايه نجد انها تفتقر الى البروتينات والمواد الدهنية طبعا بنصح ابناء الطلبة والطالبات ان تملي يتناولوا في الصباح الباكر حوالي كوب من العصير سيان كان خصوصا ان احنا دخلين على فصل الشتة وفصل الشتة ده طبعا نشرب بعض انواع العصائر المحتوية على فيتامين سي اللي هو بيقاوم البرد بيقاوم نزلات البرد زي عندك عصير الجوافة وعندك عصير البرتقان وعندك عصير اللمون عشان كده لابد ان انت تاخد بالك كويس جدا ان انت لابد ان انت تحرص على تناول كمية من العصير حتى انها تروي العطش وتساعد على الجسم حتى هي كمان بتدي طاقة للشخص اللي بيتناول هذا العصير ما نجي نعرف التركيب الكيماوي للعصير وقيماته الغذائية عندنا اول حاجة عصائر الفكهة والخضر طبعا احنا عارفين انها تتميز بغناها بالفيتامينات والاملاح المعدنية نجد كذلك ان عصائر الفكهة بها نسبة لا بأس بها من السكريات وانا قلتلكوا طبعا بالنسبة لللمونة حوالي 2% والعنب حوالي 16% نجد ان عصائر الفكهة والخضر نجد انها ايه بتعتبر فقيرة في المواد البروتينية وطبعا في المواد الدهنية العصير كذلك نجد انه فيه نسبة مرتفعة من المية لذلك فهو يروي العطش ودي حاجة مهمة جدا برضو لما اجي اقولك ايه هي الخطوات صناعة العصير او الخضر برضو احب اتكلم في الحتة دي ان انت قبل ما بتيجي تصنع العصير او الخضر فيه بعض المراحل لابد ان انت تعدي عليها في الاول اول حاجة المفروض تعرفها اختيار الصنف او انتخاب الصنف خلي بالك ان انت ما بتيجي تعمل اختيار الصنف مش اي نوع من انواع الفواكه او الخضر تنفع لصناعة العصير بمعنى اول حاجة الصنف اللي انت بتختاره لابد ان يكون زي ما اقول مكتمل النطج مكتمل النطج تاني حاجة زي ما انا اتكلمت وقلت خالي من الاصابات الفطرية والحشرية وغير متخمر طيب الاصناف لما نيجي نختارها يعني مثلا هناخد نمازج من نمازج الانواع الاستمار الفكهة والخضر المناسبة لصناعة العصير عندك بالنسبة للبرتقان البرتقان عندنا يفضل البرتقال البلدي عن البرتقال السكري او ابو سرة في صناعة العصير نجد ان البرتقان البلدي يتميز بغناه او محتوى من العصير بيكون عالي فيتامين سيفي محتوى عالي مركبات اللون والطعم والريحة بتكون في البرتقان البلدي اكتر من اي نوع من البرتقان التاني عندك بالنسبة للبرتقان السكري نجد انه لما بيجي تعمل عصير ويمر بخلال مراحل التصنيع نبصي تلاقيه بيفقد الطعم بتاعه وبالتالي لا يفضل انه هو يستخدم في صناعة العصير طيب عندنا مثلا الحاجة زي الجريفروت الجريفروت طبعا نجد انه بيتميز بالطعم المر ولذلك في ناس كتير جدا يعني بتنفر من هذا الطعم المر ولو ان دلوقتي في ابحاث علمية عملت انها ازاي يتخلص من هذه المرارة في ابحاث تعملت زي ببواسطة الانزيمات يعني نتخلص من المرارة وبالتالي ممكن ان احنا نصنعه في صناعة العصير ولكن هو يعتبر غير مستحب في صناعة العصير في عندك مثلا اللمون عندنا في انواع كتير من اللمون عندنا لمون البنزهير وفي عندنا لمون الأضالية لمون الأضالية ده من اللمون الكبير في الحجم نجد انه بيفضل في صناعة العصير عن اللمون البلدي لأن اللمون الأضالية هتبص تلاقي أول حاجة برضو نسبة العصير فيه كبيرة نسبة فيتامين سي فيه كتيرة نسبة الزيوت الطيارة اللي بتسبب المرارة بتكون قليلة على عكس اللمون البنزاهير اللي هو الصغير ده نجد أنه فيه نسبة زيوت طيارة عالية جدا فبتقالي كمية المرارة بتكون عالية نجد كذلك أنه نسبة فيتامين فيه سي بتكون قليلة ونجد أن كمية العصير اللي موجودة في اللمون اللي نكون قليل طبعا إذن يفضل اللمون الأضالية عن الليمون البنزاهير فيه عندك بالنسبة للفراولة بيفضل طبعا الفراولة اللي هي بتكون كاملة النطج ولونها بيكون أحمر منجيش ناخد فراولة لونها أخضر ونقول ممكن أن احنا نصنع منها عصير هتبص تلاقي جودة العصير اللي عندك بتكون سيئة جدا فيه عندك مثلا المانجو المانجو يفضل المانجو اللي بيكون اللب بتاعها بيكون صغير ونسبة البلب أو نسبة اللب أو اللحم اللي موجود فيها عالي وبالتالي نسبة تصافي العصير بتكون عالية بالنسبة للعنب فيه عندنا أنواع من العنب فيه عندنا العنب الأصفر وفيه عندنا العنب الأحمر دي برضو يفضل المكتملة النطج اللي هي بتحتوي على اللب كتير ممكن بيعملوا بعض الخلط ما بين العنب الأحمر والعنب الأصفر ده فبيديك نوع من أنواع العصائر عالية جدا في الجودة بتاعتها عندك بالنسبة للمشمش لابد أن أنت تبعد عن المشمش اللي لونه أخضر في صناعة العصير لابد أن أنت تصنع المشمش بيكون الأصفر المكتمل النطج وطبعا أنت بتعمل المشمش التجهيزات المختلفة علشان خاطر أن أنت تبتدي تعمل برضو بالنسبة للأنناس يفضل برضو الأنناس اللي هي مكتملة النطج علشان خاطر تحصل على عصير جودته عليه ده بالنسبة لاختيار الصنف طب أنت بتعمل حاجة تانية بعد ما بتيجي تعمل عملية اختيار الصنف بتبتدي تعمل عملية الفرز عملية الفرز عملية سهلة جدا طبعا بيبقى العمال داخل المصنع بيمر عليهم سير متحرك طبعا السير متحرك وبيبقى فيه إضاءة أقوى مناسبة جدا بحيث أن العامل أو الفني بيبص كويس جدا على الثمار اللي موجودة عنده وبيبتدي الثمار اللي هي كويسة بيخليها والثمار اللي هي بيكون مش كويسة بيبتدي يبتدي يعمل لها عملية إنه وبيشيلها طيب بعد عملية الفرز بيبتدي يدخل في عملية الغسيل عملية الغسيل دي من العمليات المهمة جدا في السمار الفكرة والخضر ليه؟ لأن عملية الغسيل الغرض منها أنه هو أول حاجة بيتخلص من الأتربة والقذرات اللي موجودة على سطح السمار اللي موجودة عنده برضو من ضمن الأهداف بتاعة عملية الغسيل إنه هو بيقلل من كمية الأحياء الدقيقة اللي موجودة اللي كانت تكون موجودة حوالين السمار برضو بالنسبة للغسيل لو فيه التخلص من آثار المبيدات اللي موجودة على السمار يبقى الغسيل لثلاث أغراض معينة علشان نحصل على السمار بطريقة صحيحة المياة اللي بنغسل بيها بتكون لابد أن تكون مياة نظيفة جدا وساعات بتعامل المياه بنسبة من حامض الهيدروكلوريك حوالي نسبة من نص الواحد ونص في المية طيب أنا ليه بحط نسبة من حامض الهيدروكلوريك بحطها لأن حامض الهيدروكلوريك قادر على أنه يزيل معظم آثار المبيدات اللي موجودة على سطح السمار طيب بعد كده طبعا عملية الغسيل فيه طرق كتيرة جدا للغسيل وأنا جايب لكم هنا جاي فيديو صغير كده برضو حتشوفوه طريقة أو نموذك لغسل نوع من أنواع الخضر زي الجزر عندنا الغسيل ممكن أن احنا بنستخدم لو كانت الحاجة مثلا أو القذرات عالقة في الثمار بطريقة شديدة شوية فلابد أن احنا بنجري لها عملية النقع بنبتدي ننقع الثمار في الماء فترة بس خلي بالك لابد أن احنا بعد ما بنعمل النقع عشان ما تكونش مية النقع مصدر من مصادر التلوث لابد من تغيير ماء النقع من آن لآخر علشان تعمل تفكك للقذرات اللي موجودة على سطح السمار وبالتالي سهل أن احنا نعمل لها عملية الغسيل بعد كده وإزالة هذه القذرات بعد كده في عندك نوع تاني من الغسيل اللي هو الغسيل بالرزاز أو برشاشات والنوع ده من الغسيل بيبقى عبارة عن سير متحرك أو مثقب وبتمر السمار على سير متحرك وبيبتدي السير متحرك ده بيمر عليه أو بينزل عليه رزاز من الرشاشات من المية وهذا النوع من أنواع الغسيل بيتلاءم مع السمار اللي هي سهل إن هي يعني الأنسيجة بتاعتها طرية زي إيه؟ زي عندنا الفراولة الفراولة دي من الحاجات الحساسة جدا ممكن لو ما عملتهاش معاملة خاصة هتبص تلاقي السمار بتاعتك هتبتدي تتهري في عملية الغسيل وبالتالي كده نسبة الفاقد بتكون عالية في نوع تاني من أنواع الغسيل بتبقى عبارة عن الصناديق البرميلية الدوارة بتبقى صناديق برميلية دوارة بتبقى زي استوانة الاستوانة دي عبارة عن سدبات من الخشب بتبقى جنب بعضها في فتحات وبيدخل السمار داخل هذه البرميل وتبتدي يتعامل عملية إيه؟ عملية إدارة لها وفي نفس الوقت هذه السمار تبتدي تتحرك مع وجود طيار من المية بيحصل عملية الغسيل ودي بتتناسب مع السمار اللي بتبقى شديدة شوية في عملية إيه؟ في عملية بعضها حنشوف الجزئية دي حكاية اختيار الصنف وعملية الفرز وعملية الخسيل من خلال الشراح الجاية دي عشان نستكمل مع بعض خطوات صناعة العصير خطوات صناعة عصير الفكهة والخضر قلنا أول حاجة زي ما احنا قلنا انت خراب الصنف المناسب زي ما انت شايف كده ان احنا بنفضل البرتقال البلدي في صناعة العصير برضو نفس الحكاية عندنا شايفين الليمون ده هو ده الليمون الأضالية شكله كبيره هو في الحجم نسبة العصير حبصي تلاقيها فيها عالية جدا والزيوت الطيارة بتيبقى قليلة ونسبة فيتامين جيم بيكون عالي اهو ده الليمون اسمه وده الليمون اسمه البنزهير هو ده بيبقى صغير ومعظمه بزر واتلاقي زيوت الطيارة فيها قوية جدا وبالتالي نسبة المرارة ونسبة العصير نسبة المرارة بتبقى عالية ونسبة العصير بتبقى ايه بتبقى قليلة فيه عندك دلوقتي كمان بالنسبة شايف الفراولة الفراولة اللي انت شايفها دي مكتملة النطجة هي وشايف لونها احمر ازاي بحيث انها تتناسب مع صناعة العصائر جميلة طبعا فيه عندك هول مش مش عندك ما شاء الله لونه اصفر وشمتشال منه النوى هيتقامل اكيد بعصير كويس جدا فيه عندك عملية الفرز عملية الفرز زي ما انت شايفها بيبتدي السمار ماشي على السير المتحرك وعن طريق المرأبة بيتم استبعاد التالف برضو زي ما انت شايف برضه هصورة من السور لاجراء عملية الفرز الجيد بيبتدي هوق الفنيين اللي هو بتاعة التصنيع بيبتدي طبعا لابسين زي ما انتوا شايفين الطوائي او اللي هي غطاء الرأس وطبعا ايديهم كلها لابسين القفازات الخاصة باليدين وبيبتدي الاضاءة مع تحريك السير المتحرك يبتدي يشوفوا ايه الحاجات اللي هيستبعدوها وايه الحاجات اللي هما هيبتدي يخلوها برضو عندك دلوقتي عملية الغسيل احنا قلنا ان عملية الغسيل زي ما انت شايفها هوا الفرولة بتدرس له عن طريق سير متحرك وماشي على السير المتحرك هوا في رزاز مية داخل جواه نفس الحكاية دي الجهاز او اجهزة من الاجهزة اللي بتستخدم في عمليات الغسيل في عندك طرق الغسيل زي ما انا قلتلك اول طريقة من طرق الغسيل روضع مليات النقعة لما تكون حالة القازورات لزقة في السمار بطريقة قوية في عندك الغسيل بآلات الغسيل الزي ازات الرزاز ودي اتكلمنا عليها وقلنا انها بتتناسب مع ايه انها بتتناسب مع السمار اللي بتكون حساسة اللي بتكون حساسة للمية عشان ما يحصلش لها هاري فيه برضو الغسيل بآلات البرميلية الدوارة اللي هي بتلف وبيبقى فيها يعني بحس السمار بتكون نشفة شوية بحس انها تستحمل عملية الدوران بتاعت الآلات البرميلية الدوارة زي ما انت شايف كده دي بعض الاجهزة اللي بتستخدم او آلات الغسيل اللي احنا بنستخدمها في عملية الغسيل البرميلية الدوارة هي زي ما انت شايف في الصورتين بينينا هو في الصورة فيه عندك دلوقتي زي ما انت شايف برضو بعيد الصورة بتاعت الفراولة اللي هي دخل دخل عمليات الغسيل وبيتم الغسيلها بطريقة كويسة عشان يتخلص من اي قصار للمبيدات او الاتربة احنا دلوقتي كده ببساطة جديدة جده انا عايزة اعرض لكم جزء من الخاصة به الجزر ازاي الجزر بيبتدي تعمله عملية غسيل خلي بالك الجزر قبل تنقل لابد ان احنا نعمله عملية غسيل طب ازاي الفيديو ده هنعرف ايه هي القالة اللي بنستخدمها في صناعة في عملية تنظيف الجزر زي ما انت شايفين كده بيبتدي يعمله عملية حصاد الجزر زي ما انتوا شايفين اهو الجزر بيبتدي يفرغوه في العبوات المختلفة بعد كده هيعمله ايه هيتدخل هذه القالة وتبتدي تدخل في مرحلة اهو دخلين اهو السير متحرك طبعا الجزر بيعتبر من الخضر القوية هتبتدي تدخل اهيه على البراميل الدورة اللي انا كنت بتكلم عنها من قيمة شوية اهو دخلة علشان خاطر اهيه شايف سدبات الخشب اهي سدبات الخشب دي بيمر بتبتدي يتقلب الجزر زي ما انت شايف اهو يبتدي رزاز طيارات المية تبتدي تتعامل عملية الغسيل زي ما انتو شايفين المنظر اهو من بعيد ما يشغلها جوه وفي نفس الوقت عملية تحريك للجزر اه وبعد كده هيبتدي الجزر اللي كان لونه هم فيه قزورات ابتدي هيطلع لك دلوقتي الجزر لونه اصفر جميل جدا ومخصول بطريقة رائعة علشان يبتدي يدخل لك فيه عمليات التصنيع بتاعة العصير والمنتجات المختلفة لو احنا هنبتدي شايف الجزر لونه جميل ازاي لونه رائع جدا واصفر جميل علشان ده هيبتدي يدخل فيه عمليات تصنيع مختلفة وبالتالي عملية التصنيع هتبقى ممتازة خصوصا هنشايف الجزر شكله عامل ازاي شكله ممتاز عشان يدخل في مراحل الانتاج المختلفة فيه عندك دلوقتي بقول ان بيضاف لماء الغسيل في طرق الغسيل حمد الهايدروكلوريك المخفف طب انا بضيفه من نص او واحد الى واحد ونص عشان ارجيسين اصار المبيدات انت في البيت حتى لو انت عندك اي نوع من انواع الخضر او الفكهة لابد ان انت ما عندكش مثلا حمد الهايدروكلوريك انت ممكن تحط نسبة من الخل على هذه الثمار او الخضروات عشان تشلك اصار المبيدات اللي موجودة عندك عندنا بعد كده عملية استخلاص العصير طيب قبل من اتكلم الاستخلاص العصير احب اقولك برضو ان استخلاص العصير دي فيه عوامل بتؤثر على طريقة الاستخلاص يعني ايه؟ يعني هتبص تلاقي فيه حاجات كتيرة جدا زي ما اقولك ايه العصير موجود فين؟ يعني جوه السمرة موجود فين؟ هل موجود هو في اللحم؟ في لحم او لب السمرة؟ هل موجود في الفصوص او فصيصات زي البرطقان؟ طبيعة المواد المرغوبة في السمار يعني ايه؟ في بعض انواع السمار في مواد مرغوبة محب انها تكون موجودة في العصير زي الصباخات المختلفة زي عندك مثلا صبغة الانسوسيانين في البرطقان صبغة الكاروتين في الجزر في عندك صبغة الليكوبين في الطماطم كل دي صبغات بنعرف مكان وجودها الحاجات المرغوبة في العصير برضو من ضمن العوامل اللي بتأثر على طريقة الاستخلاص الحاجات الغير مرغوبة في صناعة العصير يعني مثلا عندنا الرمان ايش الرمان ده في نسبة من المرارة مادة اسمها مادة التانينات مادة التانين دي مادة قابضة وبتقلل من جودة العصير طريقة الاستخلاص العصير من الرمان وإزالة القشور من الرمان دي من ضمن الحاجات اللي برضو بتأثر على استخلاص العصير عملية استخلاص العصير عشان نعملها مظبوط 100% أول حاجة احنا المفروض ما نستخدمش عصارات حديدية أو عصارات معدنية أو نحاسية لأن ممكن هذه العصارات ممكن تتفاعل مع العصير وتسبب لك التغيير في لون العصير برضو انت تخلي بالك ان العصير بعض أنواع العصائر حامدية زي عصار الفواكه طبعا عصير الخضار بتعتبر غير حامدية وبالتالي مع كتر استخدام العصارات الحديدية والكلام ده بص تلاقي مع الوقت هيحصل نوع من التآكل لهذه العصارات علشان كده لابد ان انت تختار العصارة المناسبة لنوع السمار اللي عندك عندنا عصارات لا حد لها عندنا عصارات كتيرة جدا طيب من أهم هذه أول حاجة قبل منقول العصارات أو أنواع العصارات يفضل استخدام السلسطيل في صناعة في صناعة ايه؟ في صناعة العصارات لأنها طبعا لا حتتفاعل مع العصير وتاني حاجة مش حتتآكل على المدى البعيد برضو نفس الحكاية ممكن نستخدم الفضل المانية برضو في صناعة العصارات هو المتدول والمتعرف عليه انه هو ان احنا بنستخدم ان احنا بنستخدم العصارات الاستقلس طيب كمان حاجة فيه أنواع عصارات مختلفة ايه هي العصارات المختلفة اللي انا ممكن استخدمها فيه عندك مثلا العصارات المخروطية عندنا العصارات المخروطية كلنا عندنا في البيت عصارات مخروطية بيقى شكل المخروط مبتعصر به البرطقان عصير البرطقان تبتدي عصارها يدوية كده بتبقى في ايدك وتبتدي تعمل عملية العصر ليه البرطقان ليه دي اسمع عصارات مخروطية طيب فيه عندنا كمان عصارات مخروطية ذات زراع ضغط ودي بتشوفها عند بتاع العصير ما بتيجي تروح تشوف عصير برتقال عند بتاع عصير القصب والبرتقان هتبص تلاقي العصارة اللي هي ذات زراع ضغط يعني فيه دراع ضغط كده يتحط البرتقانة نص البرتقانة ويبتدي يضغط بيده على الزراع الضغط وبالتالي بنستخلص كمية العصير ممكن فيه نوع من أنواع العصارات برضو ذات زراع ضغط بس دي بتبقى زي ايه بالكهر اوتوماتيك واحنا حنشوف لها حاجة في هذا الوحدة حنشوف ازاي طريقة استخلاص عصير البرتقان فيه عندنا نوع من أنواع العصارات بتبقى عصارات ذات زراع رحوية اللي هي يعني كده بيستخدمها زمان فيه في الطماطم زمان كده كان فيه حاجة عاملة زي المصفى وبتبقى فيها زراع رحوية ست البيت كانت بتستخدمها بتقطع الطماطم وتحطها وتبتدي تعمل عملية العصر عشان تحصل على عصير الطماطم فيه برضو نوع تاني من العصارات بتبقى عصارة حلزونية بتبقى عاملة زي المفرمة بتاعة اللحمة بالزبط لها زراع ولها حلزون في الداخل ولكن الجسم بتاع هذا المفرمة دي عبارة عن سدابات قريبة من بعضها جدا فيها مسافات بحس وانت بتعمل عملية العصر بيحصل ان العصير بينزل ويتحجز جوه يتحجز ايه يتحجز الالياف يتحجز البزور التفل كله بيبقى او الالياف كلها بتبقى محجوزة جوه فيه نوع تاني من العصارات اللي هي العصارات الاستوانية فيه انواع كتيرة جدا يعني ممكن تبقى استوانتين ممكن تبقى ثلاث استوانات طب دي بنستخدمها فين دي بنستخدمها عند بتوع عصير القصب عصير القصب او مصانع استخراج السكر من قصب السكر تملي بيستخدموا السلندرات اللي هي العصاء اللي هي الاستوانات بتبقى أكتر من إستوانة أو إستوانتين وبيبقى متصنع من الستالستيل وتبص تلاقي إحنا بنتحكم في المسافة ما بين الإستوانتين عشان كفاءة عمالة العصر بتكون عالية جدا في عندك عصارات بتبقى العصارات اللي هي بتاعت البيت العصارات الكهربائية اللي إحنا بنستخدمها عصارات الجزر في بعض أنواع العصارات طبعا بتبقى أوتوماتيك دلوقتي الكهربائية بتوصل لك التفل عن العصير الكلام ده كله دي أنواع لحصرة لها من العصارات بس أهم حاجة في العصارات اللي عندي إنها أول حاجة بتكون ما تتفاعلش مع العصير تاني حاجة إنها بتستخلص العصير بكفاءة عالية جدا عشان محصلش عندنا فاقد في العصير عندنا في حاجة كمان إنت دلوقتي برضو من ضمن العصارات يعني اللي أنا ممكن أقولها برضو اللي هي العصارات اللي بيقولك مكابس ذات أقفاص يعني إيه بيبقى عبارة عن قفاص كده القفاص ده بيبقى مخرم وبيبقى فيه مكبس المكبس ده بيتحط فيه السمار ويبتدي تعمل عملية الكابس الهيدروليكي توسط لقي العصير كله يطلع من الفتحات اللي هي موجود في الصندوق ده وده تملي بيبقى مناسب جدا للسمار اللبية زي عندك العنب زي عندك الطماطم الحاجات دي كلها بنستخدمها في هذا النوع من العصارات فيه برضو عصارات تانية اسمها عصارات مكابس ذات ألواح وقماش يعني إيه عصارات ذات مكابس ألواح وقماش بتبقى عبارة عن ألواح ألواح فوق بعضها الألواح دي قد تكون من الاستلس المعدن أو قد تكون من الخشب طيب بيحصل إيه القماش ده القماش ده بيبقى نوع من أنواع القماش الأطني إذا يتيله قوي جدا يبتدي يتحط فيه الثمار داخل هذه الشولة اللي هي الشونة عاملة زي القماش دي وتبتدي تتحط فيها الثمار اللبية اللي احنا عايزين نستخلص العصير بتاعها بعد كده بيتم إحكام هذه الكياس أو هذه الشولة اللي جوة في الثمار وبعد كده بيتحط ما بين إيه ما بين هذه الألواح للألواح المعدن أو ألواح الخشب فيه في الوسط كده مكبس هيدروليكي بيبتدي الضغط من أسفل لأعلى طيب بص تلاقي هذه الألواح حتقرب من بعضها وبالتالي حتضغط لك على هذه الإشولة أو هذه الكياس اللي جوها السمار اللي أنا عايزة أبتدي أحصل على العصير منها فيحصل إن العصير يبتدي ينزل من هذه الكياس أو من هذا القماش ويتحجز جوه معظم الألياف ومعظم القشور اللي موجودة في هذه الثمار وبنحصل على هذا العصير بجودة عالية جدا بعد كده بيتعمل عملية التصفية لهذا العصير ليه تصفية؟ لأن بعض أنواع العصائر مثلا أنت عندك زي عصير الأصاب ممكن تكون بعض الألياف واعت منك يعني بقت موجودة مع العصير ممكن يكون هناك بذور ممكن يكون فيه ألياف فبنبتدي نعمل عملية التصفية برضو عندنا أنواع كتيرة من المصافي عندنا المصافي اللي بتشبه المنصافي المنزلية يعني أنت في المصفة اللي بتبقى عندك في البيت بيبقى فيه زيها بالزبط وأنا حوارها لك من خلال الشرائح الجاية بتبقى عاملة زي مصفة البيت كده العصير بيبتدي يتحط عليها وبعدين بتبتدي تحجز لنا الحاجات الكبيرة شوية فيه عندنا تاني مصافي اسمها مصافي استوانية بتبقى المصفة عبارة عن استوانة وبتبقى مسقبة وبتبقى إيه؟ مسقبة وخلي بالك كمان أن هذه المصافي المسقبة بتبقى موجود تحتها زي فرش صغيرة بيحصل إيه؟ يبتدي يتصفى العصير وهي أثناء عملية اللف العصير بيبتدي يتصفى ويبتدي يطلع إيه؟ يطلع العصير ويدخل داخل هتلاقي اللف البزور والألياف موجودة داخل العصار الفرش دي من آن لأخر تبتدي تعمل عملية إيه؟ عملية احتكاك للفتحات علشان ما تتسدش معاك مع فترة الاستخدام الطويلة طيب عندنا مصافي تانية هزازة يعني إيه مصافي هزازة؟ بتجبه المناخل بتاعت الده بيتحط بقى العصير طبعا أوتوماتيك بيتصفى عليها وخلال المناخل دي أو اللي هي مصافي الهزازة يبتدي تعمل عملية هزلها وبالتالي بتحجز أكبر قدر ممكن من البزور والألياف وبعض الكشور إن وجدت من خلال الكلام ده حنشوفه من خلال السور اللي أنا حارضها عليكم عندنا استخلاص العصير أول حاجة عندك العوامل اللي بتأثر على طرق استخلاص العصير أول عامل زي ما قلتلك الصورة اللي بيوجد عليها العصير تاني حاجة طبيعة توزيع المواد المرغوبة في العصير زي ما قلتلكو السبغات المختلفة برضو فيه السرعة المرغوبة لاستخلاص العصير وكذلك الإمكانيات المادية وتكاليف الاستخلاص كل دي عوامل بتؤثر على استخلاص العصير عندك ما قلتلك أهم الألات اللي بيستخدمها في استخلاص العصير هنشوفها أول حاجة شايف العصارات دي دي عصارات استوانية عصار استوانية ذات استوانتين و diesem زي ما انت شايف دي باستخدمها فين باستخدمها في القصب في عندك شايفين العصارة اللي بيستخدمها الراجل بتاع العصير البرتقان اسمها إيه عصارة زاتة زراع ضغط وبيحط ههو نص نص البرتقانة ويبتدي يضغط عليها بالزراع الضغط وبالتالي كده حيبتدي يحصل على أكبر قدر ممكن من العصير عندك العصارة ذات الأذرع الحلزونية وأنا قلتلك ده باستخدمه برضو في العنب وده بيبقى عاملة شكلها عامزة المفرمة وليها حلزون من الداخل وليها ممكن تكون تشتغل بالكهرباء أو بتشتغل بمانيول كده يعني يدوي بعد كده عندك العصارات المخروطية برضو المخروطية العادية اللي في البيت اللي احنا بنستخدمها أو شايف انت هاي بيبقى كتير قوي عندنا موجودة عندنا العصارات دي في البيت عندنا في عندك دلوقتي عصارة الجزر زي في البيت كده عندك عندنا عصارات الجزر المختلفة بيشوف بيعمل بيفصل الطفل automatic عن العصير اللي عندك في عندك عصارات طماطم رحوية زي اللي احنا كنا بنستخدمها زمان اهي كانوا زمان بيحطوا الطماطم في العصارة الراحوية دي وعن طريق اليد أو الزراع دي ربة البيت كانت بتبتدي تعمل عملية تحريك لها فتبتدي استمار اوتوماتيك بتعمل لها عملية عصر كويس جدا عندنا دلوقتي بنعمل عملية التصفية طيب التصفية دي بتبقى بالإيه بنستخدم في عندنا المصافي الاستوانية الدوارة والتلك دي أنواع هتشوفوا صور لها دلوقتي فيه عندك كمان المصافي الهزازة ودي بتتهزب أو عن طريق عملية التحرك أو الهز يبتدي يتصفى عندك العصير المختلف وفي عندك كمان مصافي معدنية تشبه المصافي المنزلية ودي برضو بيستخدمها في عمليات الصناعة لما جا وريكوا كده المصافي الاستوانية عندكوا زي ما انتوا شايفين كده المصفى ده بيعتبر مصفى استوانية بتبقى مسقبة بتحطي العصير بعد ما بيكون عمله عملية استخلاص جوه هذه المصافي وتبتدي المصافي تتحرك حركة دائرية وفيه فرش من الخارج عشان ما يحصلش انسداد لهذه المصافي بيبقى التفل والبزور موجودين داخل هذه المصافي في عندك الغرض منها فصل الكشور والالياف الخشنة اللي موجودة عندك في عندك دلوقتي المصافي الهزازة زي ما انت شايف كده نموزك من نمازج المصافي الهزازة عاملة زي المنخل وبتتحطي كده بتتهزي بقى بتتعمل حركة مخصوص عشان خاطر تبتدي هذه العصير بيقع بيقع عليها وبالتالي بيحجز اكبر قدر ممكن من الالياف فيه عندك بنعمل بعد كده عملية الترشيح اتكلم على عملية الترشيح بعد كده الترشيح ده طبعا ساعد بعض انواع العصير بعد ما بتعمل لها عملية التصفية وبيبقى فيه بعض المكونات برضو بتسبب ان العصير بيكون فيه عكارة شوية عشان كده بنبتدي نعمل عملية الترشيح فيه عملية الترشيح بنستخدم بعض انواع من القماش اللي بيبقى القماش ده بيقوله زي الشاش بيتحط الشاش ده بتحط فوق بعضه على أساس أنه هو بيسكب عليه العصير عشان يحجز الحاجات الدقيقة اللي موجودة جوه العصير طيب ممكن أستخدم معاه قطن وممكن أستخدم ألواح من الاسبستوس وبالتالي بنحصل على لأنه ممكن المصافي بتكون مثلا واسعة شوية نزل حاجة معها في حاجات أضق شوية عايزين أن احنا نتخلص منها فبنبتدي نعمل عملية الترشيح طيب في حاجة تانية بنعملها يعني أنا عملت أول حاجة اختيار الصف عملنا عملية الفرس عملنا عملية الغسيل عملنا عملية استخلاص العصير عملنا عملية التصفية عملنا عملية الترشيح بعد كده بنعمل عملية اسمها عملية الترويق يعني ايه الترويق؟ عندنا طبعا في بعض أنواع العصائر احنا بنحب إنها نشوفها زي الشفافة بيور كده زي عندك عصير التفاح وعصير العنب عصير التفاح وعصير العنب عصير التفاح والعنب لما بتيجي تشوفه بتلاقيه زي شفاف كده بتقول على هذا العصير جودته عالية في بعض الشوائب اللي موجودة في العصير بنحب ان احنا نتخلص منها علشان نحصل على عصير لونه رائق هذه المواد قد تكون مواد بروتينية قد تكون مواد غروية كل دي مواد بروتينية ومواد غروية هذه المواد بتسبب أو مواد بروتينية دي بتسبب عقارة للعصير فجن ومواد باكتينية كمان فلابد ان احنا قدر امكاننا نحنا نتخلص منها بس تخلي بالك كويس مش كل نوع من انواع العصير نحصل نعمله عملية الترويق ده ليه؟ لان هناك بعض انواع العصير زي مثلا عندك عصير المانجو عصير المانجو لو انت لقيته شفاف او لقيته يعني مفوش قوامه خفيف هتقول هذا العصير جودته وحشة وهي احنا ما بنحبش في الطبيعة ان احنا نشرب هذا النوع من العصير كل ما بيكون عندك عصير المانجو تقيل نعرف ان العصير ده جميل حلو طيب يبقى احنا ما بنعملش على المانجو المانجو بنعمل عملية الترويق ليه؟ لان بعض مركبات اللون والطعم والرائحة اقول الحتة دي تاني بعض مركبات اللون والطعم والرائحة ملهم بيكون موجودين على هذه المواد البروتينية او البكتينية او الغروية طب وما انت لما تيجي تعمل عملية الترويق وتشيل هذه المواد انت كده هتطلع عصير يبقى اللوب بتاعه بهتان هتلاقي طعمه مش قوي رائحة بتاعته مفوش ريحة خالص لان انت تخلصت منها يبقى ازن عملية الترويق دي ما بتتمش الا على ايه؟ الا على بعض انواع العصائر وفيه عنواع عصائر تانية ما بيتمش فيها عصير المانجو لا يجرى له عملية الترويق مثلا عصير ممكن الكيوي برضو لا يجرى له عملية الترويق انما عندك عصير البرتقان عصير العنب عصير التفاح كل دي بتعملها عملية الترويق وذلك للتخلص من المواد البروتينية والمواد البكتينية والغروية اللي هي بتكون وبتأثر لك على اللون الترويق ليه طرق كتيرة جدا احنا ممكن نعمل الترويق بطرق كتيرة جدا الترويق عشان اتخلص من معظم المواد اللي موجودة اللي بتسبب لي عقارة العصير فيه طرق جديرة جدا لعملية الترويق اول طريقة من طرق الترويق اللي هي عن طريق الجاذبية الارضية يعني ايه؟ يعني انا اترك العصير في براميل او في حاجات كده معينة مخصصة لأسيب العصير فترة من الزمن تحت تبريد دون تجميد يعني بنبتدي نعمل عملية التبريد قد يصل الى التجميد طيب ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ان معظم الرواسب وخصوصا عندك مثلا زي عصير العنب او عصير الرمان في اسمها املاح الترطرات دي نتيجة بقى ان احنا ما بنيجي نعمل عن الجاذبية الارضية وبنسيبه يعني موجود في القبار فترة من الزمن هذه الاملاح بتبتدي تترصب وبالتالي بيبقى سهل التخلص منها بالتالي بقى سهل التخلص منها بالترد المركزي بعد كده طيب في عندك ممكن نعمل عملية الترويق بنعمل عملية الترويق خلي بالك برضو عايز اقول في الحتة بتاعت الجاذبية الارضية احنا ممكن نقعد العصير فترة من الزمن بتبريد دون التجميد فلابد ان احنا نستخدم بعض المواد الحفظة علشان خاطر ايه علشان خاطر ما يحصلش علشان خاطر ما يحصلش اي نوع من فساد العصائر طيب في حاجة كمان ممكن ان انا اعمل الترويق عن طريق استخدام الحرارة المرتفعة يعني استخدام الحرارة المرتفعة ان انا اعامل العصير معاملة حرارية ولكن لا تصل الى حد الغليان هيحصل ايه معظم المواد الغروية دي كلها بالتسخين هتبصي تلاقى تتجمع مع بعضها وبالتالي ممكن التخلص منها بعد ذلك ويبقى عندنا العصير وفوش اي مشكلة في طريقة ثالثة من طرق العصير اللي هو عملية الترويق في الترويق بالتجميد بمعنى ان انا باخد العصير اللي عندي ده وابتدي اعمل له عملية تجميد ما تيجي تعمل عملية التجميد هتبصي تلاقي كل المواد الغروية كلها تكومت مع بعض ما تيجي تعمل عملية انسهار سهل ان احنا نتخلص من هذا الجزء في عملية ترويق باستخدام المواد المجمعة الغروية وطبعا الجزئية دي ان شاء الله بإذن الله حتناولها في الحلقة القادمة ان شاء الله طبعا ابناء الطلبة وطالبات احنا نهو استفدنا كذا حاجة نهو اعرفنا يعني ايه كلمة عصير اعرفنا الخطوات الأساسية في صناعة العصير لحد الترويق استخلاص العصير انتخاب الصنف فارس غسيل استخلاص العصير الترشيح التصفية الترشيح الترويق وصلنا لحد الترويق اتمنى من الطلبة والطالبات ابناء يكونوا استفادوا من الحلقة هذه ان شاء الله على امل اللقاء بيكم في حلقة قادمة ان شاء الله استوديعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته